السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وتكون أحب لكم وكلها طيبة. نتمنى اليوم إن شاء الله نشاهدون فيديو جديد. سنشاهدون معي إن شاء الله سنقدم معكم الغاتو الذي سيكون على شكل شاتو بخانسيس. سنقوم بشكل مواد المواد بصرحة بسيطة بسفة إيش سنقوم بعملها. تنسوا من هذا الفيديو لا تنسوا بالفيديو لا تنسوا بالفعل و لا تنسوا بالقناة والقناة مع أحباب و الأصديق لكم. هذا كان حالياً لنا. تكبر لنا كاملياً. كل شيء يستفد منها. مهم. هذا سنقوم بإمكانكم فيديو لكم عن طريقها. كنا عليك العمل بشاطر بخانسيس بسرعة دورت شاطو دو بخانسيس خدمت مواد لها بسيطة مواد لها من مواد لها تحضر اللولة بخانسيس ويمكنكم بها تستخدم ها قلت باستخدام من أراجز ومعهو الحصول اخذتهم و قطعتهم الصقص واحدة مع واحدة وهذا الكاتون اللي كتشف معي الخشب هده اللي اخذته تهم ال اكسيو و قطعته بشيء قطعته بشيء القبات اللي غادت تشف معي انا اقطعهم حساب الاطاق اللي انا بغيت بيوم غادت ندر القبات ان شاء الله شوفوا كيف يجيوا يعني جو ماتين نيشان ده غادت ندوت و غادت نغلفهم هذا العمل هي ان انا قبل بنهار يعني بشيء ينشفوا و ياخذوا لفوم ديالهم بشيء كما كتشف معي عندي كل شيء بسيط هنا عندي القطاعات عندي هاد اللعبة ديال السيليكون هاد بشيء غادت ندر واحد غادت ندر واحد القبه غادت تشوفوها ان شاء الله معي فلقاته هنا اخذت هنا اخذت لابتاسيك اخذت هذا اللي الغوز عندنا بنيتة بصراحة جوش بنيتات درنا لو ماتشاتوا هادة البخانسيس مويمة اخذنا دايما اخذنا لابتاسيك اخذنا نعجنوها مزيان هنا غادت نستعمل بصراحة جوش هذا مويمة اخذنا اخذي هادة البخانسي اخذنا بصراحة جوش هنا دبقة ندوز ونعبر العبار ديالي سوف نشوف يجي قدون هنا يمكنني نفزق هادة الهوز هادة اللي هادة اللي هادة نحاول نفزق هادة هذا بخذها هادة لسقط هادة جوش هنا يعني هم منسقاهم بالكولا نفزق الماء باش يعني يلسقنا باش كتلق نتلسقنا البتاسيك هنا نقطع القياس ونحاول نضيف الماء ونثبت انا دائما نلصق غير بالماء في الصراحة الماء هو احسن حاجة لاني نلصق بها البطاسيك لاني نلصق في السعر بحلا كده بحلا كده نحاول نخلي البطاسيك لا نحاول نغلطها بزاف لا نحاول نخلي هرقية وقاعها بزاف يكون في حتاة بيالية مثل هذا الزوباق الذي يكون في غولو نحاول نخليها ونخلقها لا تكون غليدة لا تكون رقيقة وهم مكان لديهم في الشاتو بصراحة هنا اصلا لا ناكلهم سيكونون غير ديكور لاني سيكونون غير لديكور بصراحة ديكور الديكور نستطيع بذلك هنا كما ترون معي بحلوة نضيفه اخذت كردون و اخذت البطاسيك و اخذتها بحلقة بشكل موثلاتات و نحاول اصابها بحلقة نحاول اصابها بحلقة كده و نحاول اصابها جيدا و اضعها بشكل موثلاتات بجردهم و اردت البطاسيك و اتضبت على حالة يوجدها بيضة و اطلقتها بذيارة و اقطعتها شرائح لي كيكونوا تقريبا اكمله كبير هنا يكندوز كنناخده القبه هذا القبه هذي عام لانا اخذتها و اخذتها و اخذتها و كاندوز و كانمقلوا عليها البطاسيك وتحسنوا محط في صراحة الفيديو كان عندي طويل بزف 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 هذيك شراش كنزربو وهرى يكندوز كنقدير وكنناخد هاد الشرائط محدي انا كنطلع وانا تنقص في الشرائط كيفما كنشوفوا انا كنقطع هكذا وكندوز وكنتبتهم بالماء يعني كنقلصقهم غير بالماء بحالة شكل هذا وكنتبت وضروري فاش نحطهم خسنا جي محلسة تاج يعني خسنا جيني طبقه فوق طبقه كنتجيني بحالة شكل واحد لاغوب يعني هذيك اللاغوب اللي كتكون كده بالطبيقات يعني كتكون وحيدة فوق وحيدة بحالة كنحاول نديرهم وكنتبت ووالا كنستمرها كحتى كنكملها يعني كاملة يعني خسنا نخبعها هاد القبة هذي ديال الخشب بصراحة هذي كما قلت لكم هذي اخذتها من الاكسيو في البلاسة اللي كيكون في هذيك شي ديال الانيفرسير ديال الكيسان وديال طبيصلات وديال بما دي كيحطو فيها الشيبس وكيحطو فيها الشيبس وكيحطو فيها الشيبس وكيحطو فيها التخريب القاتل كيكونوا ميحين في البلاسة وولا ما انا صلحتها بصراحة اختيتها قطعتها ووضتها قوبة مهمتاش حاجة مستحيل يعني كل شخص نغلنا نعرفه كيفاش نسيبوا الحاجة وصافي وولا هنا كنحاول نقضلها الرس ديالها يعني كنحاول نرقه بيدي وهناي كنجيب هذي كنجيب هتلعيب هذي 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 كنطبو بيهو الباطاسيك وكيحطو نحل هكذا ملتحت هذيك الطبقات ديال الباطاسيك وعجينات السكر كنحاول نحللهم بحال هكذا باش يجون بحل شكل هذيك القوبات ديالي كيكونون بقربة القربود وهاناي كنحاول ومن بعد كبه اشتركوا معي كنطبتها بحال هاتفي ووالده سنتعيط وللده ماذا ينجلب باش ينشفوووا ليهان هذا الشيء كامل جشتوو بليلة يعني بليلة قبل قبل من قطعة اندوز باش غور ناخدق ملاقلة هنا اصلا البيسكوي جونواز هنا الكريم و بوغ ندفت لها النكهة الفرمبوز وبطبيعة هذا السيرو سيحتاج الكولي الفرمبوز كما سترى معي هنا ندوز ندر طبقة مضورة نحاول ندر طبقة الفرمبوز ثم ندر طبقة كامل. يعني انا كان بغيت القطو ديلي جنيه عالي كيف مما شفتم حتى انا عندي القطو في القوبة يعني في ذاك القوبة يعني خصني ضروري ان يكون القطو ديلي شوية عالي. انا زلت هنا جوج ديلي سياغك اللي سيقته واحد مع واحد يعني باش كن اخذ فورما ديلي واحد قطو كبير اللي ما عندكم شاكده اللي سيكون كبار. هانتوما شفتم معاي من بعد ما حيت اللي سياغك كيفاش يجوا ذاك الطباقات يعني كيجوا باينين. دبه لاي كان دوز كان غلف القطو وعلا من بعد ما اغلفت القطو ديلي. دبه هنا يا دست اخذت لابا تاسيك وطلقتها مزيان وكن ناخذ هاد الدلة كهذا اللي في هاد المريشمات هذا. وكن نحاول نعلم في هاداك نحاول ناخذ ذاك المريشمات بها ذاك الطابع يعني اللي كيكون فرولو. كنحاول نديروها لكا. من بعد قدرتها فرولو. هناك ناخذ واحد الكارتون. كان دهنوها هكذا غير بالماء. وبها قد نغلف هاد نغلفو بلا باتاسيكخ اللي طلقنا. ندر تغيش في ويد الماء يعني باش غلفتون. هناي طلقت لاباتاسيكخ غوز. ولا طلقتها يعني طلقتها ترجعت مخلتش غريدة بزيف. يعني باش هكا الحلو اللي قاطو ديلي ميجيش حلو بزيف. دبه غادي ندوز باش هاد نغلف اللي قاطو ديلي ميجيش يعني باش ميجيش طويل بزيف. يعني هادشي كوشي راكي عرف كيفش يطلق لاباتاسيكخ وكيفش يعرف زي ما يقطحها وذك شي. مهم دبهن اي انا غد ندوز غد نغلف لقاطو هادشي كامل انادرتو معاكم وشرحت لكم بالتفصيل في واحد الفيديو يعني كيفشتغل فلا باتاتا كيفشتغل فلقاطو ديليل كم يعني بحاوف لي كتكون حادة. وهادشي ما كامل في صراحة شرحتو مع شرحتو ليكم. غدا نخلي لكم روابط ديليلهم في صندوق الوصف لو واتس رجعوا تشوفوهم. وقدر كنا نخلي لكم الرابط ديال ديال الجينواز ديال شوكولا. ورهن كنحاول نتبت مزيان. دائما كنستعينو كي مشتونا هي ما استعملش بزف ديال الماتيريال. يعني اكثر هي كنستعمل الماتيريال اللي كيكون بسيط. يعني مشيشي حاجة اللي كتكون يعني مشيشي ماتيريال اللي مكاينش. هنا هي كندوس دبا من بعد ما حطيت لقاطو ديالي وغلفتو حطيتو بحلقة. هنا هي كالقوبات اللي انا درناهم. ولهذا اللي كجو بحلقة باش كي يبينو بأنا رعدنا القصر ديالنا. بحالة شكل هادا كندرهم شوية دلمة باش كي يلسقولينا. هنا هي اخدت شوية من ذاك العجين. عجينة السكر اللي انا من بعد اللي بدك للمرشب. وقطعت لها تشكل هادا يعني مش درت تلبف ديال القصر. وهنا هي قطعت العجينة كذلك عجينة سكر قطعتها بحلقة شكل هادا. مش درتك سريج مات بحل هاكا. ولو كلا الصق دائما كلا الصق غير بالما. بطبيعة الحال البنية اتاو محدا ايا. اتاو مكي عاونوني بصراحة. كل واحد شن كي قطع معايا وشن واحد كايدية اتاو مفرحانين. بك انا ما ببينتهم بشن مضغيش نبينهم في الفيديو. شفتوا معايا اذا ما بصراحة مراحل اللي هي سهلة. هاكذا بشنا نقدروا نفرحوا وليداتنا ونفرحوهم. فلما ندلو مش حاجة اللي تكون بسيطة ونفرحوهم. بصراحة الشينا ما ماشي سعيب بزيب. لان اخصت تكون غير الايرادة والعزيمة. رادي ان غدا ننصيبوه. هنا ايا كان دوز كان ناخدد الكليد غاب بولي انا قدرتهم. ومن بعد ما شفووا لي دبا كان دوز كان دوز كان دلوهم بحالة شكل هادا. ولو كان معوجهم هاكذا شوية. يعني ندلوهم لا فوق ومدلوهم بحالة زمارة كيدة الريح. ما تخليوه مش مطلوقين نشان. هنا اخذت هاد المول ديال خليس هاد الطابح هادا ديال السيليكون. باش غاد ندردك الصور ديال القصر بحال هاكذا. خطعتو هاكذا غير بدك تتطابع. ندرت فيه العجينة هاكذا السكر. وبعد ما تتخرج للكوب. وكت نحاول ندبته. نسوك اللي سيقضائي من غاب الماء. وانا ما زي ما كملتش من بعد غاد ان كان عبر غير القياس اللي انا بغيت باش نقطعوه. وانا من بعد ما اخذت العباردة بغاد ندير شوية الماء. شكا غاد تلسقني وانا نحاول نتبتوها مزيان من الداخل. هنا ايه كان ندوز كان قطة واحد طريف ديال عجينة ديال السكر الكحلة اللي انا اخذت اللون الاسود. واضفت ليه شوية ديال العجينة السكر باللون الابيض. وضرتهم بحشك الرخامي. وضرتهم هنا في الدخلة ديال الباب. وضرت هنا واحد دوش كوبيرات في الباب يعني هادو كلا استقلات وشك تتحل الباب. هي حاجت لنا على عجلة دا الوان يعني هاخذت هنا ي incapable هاجز criticized yes, held döstar وبعد ما زيوا مدهة الاخدار هذا بشغل كوير트� пятلا البيض. و بدينا حاول نحاول لرد دخلة ديال الباب يعني غتreens بشكل واحد الوايا أو بحلاكا غب يق Nicki denktوا الواكت inadحسلوا فواه الشجر الزيالباب تونى فاوه دخلة ديال العصر نحاول نعمر مزيلا بهاد الوريقات هادو شو كيفاش درت ليهم يعني خالفتهم كاعدة واحد المنظر زويل وهناي نقطع كنناخدها هاد المريشم هدا يعني رهم توفر بزب في الاسبق وكنحاولها كندوز كندرهم من تحت قاعد في الجوانب هاد القصر ديالنا وهاكده مره مره كندر وريقه هكا خضره يعني باش تفتح لينا اللون يعني مبقاش كل شي غوز انا هنه يدرت اللون هنه يرغوز البياد مهم الصفر شوية حالي ماشي الأغونج هكده باش نلون بهم كيشو بحل لكشكل وريدات وكندوز هاد الكندير هاد الوريقات هادو في القصر كامل يعني كندورو نحتمل لور ووالا من بعد هنا ياخدت هنا ياخدت واحد الملمع وقدرتهم هكده درته هنا الفوق في القصر وقدرته هنا يفد خيلة ديال فوق الباب وقدرت فدك الدورة ديال الباب وقدرت هكا في السقطة ديال الباب ويهم هدا وشك النهائي ديال القاتو اللي انا درت اليوم واللي انا شاركته معاكم في الصراحة اليوم كيف ماشيتوا معايا يعني لقاتوا بسيط بزاف وكيف ماشيتوا معايا يعني خدمتوا في صراحة سهلة بزاف يعني خدمتوا ماشي صعيبة بزاف ونتفلنا في صراحة الفيديو عجبكم من الاعجاب ديالكم من الاعجابكم ما تسونيش بلي رايك و بلي كومنتيو والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وإلى وديو مقبل ان شاء الله ودمتم في رعاية الله